اشتركوا في القناة هنتكلم على فانكشن وحنتكلم على نورمال رينج وحنتكلم كمان على الهيماتوكريت طيب اول شي نشي نبدأ بالار بي سيز الريد بلاد سيل كوربا سيلز اللي هالار بي سيز كانتروداكشن النقطة الاولى انه الار بي سيز والبليتلتس كاونتد ان ذا سيم تشامبر كلهم الاثنين يقرؤوا في حجرة واحدة الار بي سيز والبليتلتس اتفقنا انه اكبر من ستة وثلاثين فمتوليتر ذي حتنقرأ كار بي سيز النقطة الثانية اللي هي الكاونت الكاونت بالتأكيد يعتمد على العمر ويعتمد على السيكس ويعتمد على الانفيرومنتل زي ما قلنا بالنسبة الانفيرومنتل احنا اللي بنعيش في صنعاء الحمد لله الهيموغلوبين حقنا عالي والار بي سيز عالية نتيجة الهايبوكسيا النقطة الثانية ان الار بي سيز ما فيهاش نيوكليس ودي حكمة الله عز وجل حتى تكون سبيس فارغ بشكل كبير يحمل الهيموغلوبين فما فيهاش نيوكليس النقطة الثانية انه الار بي سيز باي كونكيف يعني مقعرة ليش حتى السطح حقها يزداد فلو ما تزداد مساحة السطح هيحصل للجاز اكس اتشينج وذي ايضا سبحان الله حكمة الله عز وجل النقطة الثالثة في الار بي سيز وهي مهمة هي قضية الديفر مابلتي ما معنى ديفر مابلتي معنى انها تدخل في سمول كابلاريز فتمضغط وتحافظ على شكلها واول ما تخرج من سمول كابلاريز ترجع لشكلها الطبيعي هذا ناتج عن بروتين فيها سمو سبكترين هذا السبكترين يعطيها صفة الديفر مابلتي الصفة الثالثة التي بعدها في الار بي سيز انها سمول سايز تخيلوا خمسة مليون خلية في المايكرو ليتر او في الميلي متر المكعب فعددها لانها فيري سمول فعددها كبير النقطة التي بعدها انه هذه الار بي سيز بتعيش مئة وعشرين يوم وبعدها تتكسر طيب الان عاوزين نتفق على الفانكشن ما هي الفانكشن للار بي سيز الار بي سيز اول فانكشن انها بتحمل الهيموغلوبين وهذه فضيفة مهمة جدا والهيموغلوبين هو اللي بيعمل النقطة الثانية وهي نقطة في منتهى الاهمية انها بتحفظ الهيموغلوبين داخل الار بي سيز ليش؟ لان الهيموغلوبين توكسك والهيموغلوبين انسوليبل في الووتر فلكم ان تتصوروا لو الهيموغلوبين جزي الهيموغلوبين فري في البلاد البلاد كله ماء فمش حيذوب في الماء فبالتالي ذا حيوصل الى التوبلر في الكدني وبالتالي ممكن يسد التوبلر في الكدني ويحصل الرين الفيلير النقطة الثالثة في الوظيفة حقها انها هي المسؤولة على البلاد جروبينج الان فصيلتي انا اي بوزيتف معناها ان على الار بيسيز حقي في بروتين اسمه ايه والار اتش كمان موجود بروتين فنسميها اي بوزيتف وهكذا فهي مسؤولة عن قضية البلاد جروبينج النورمال رينج بالنسبة لها احنا اتفقنا بالنسبة للفيميل من ثلاثة مليون وثمانمائة الف الى خمسة مليون في الملي متر المكعب وبالنسبة للرجال من اربعة مليون ونص الى ستة مليون في الملي متر المكعب اذا طلع الرقم بتوين الرينج ذا فنقول عليه نورمال اذا طلع اعلى من هذا نقول عليها بولي سايثيميا اذا طلع اقل منها نقول عنده الشخص عنده انيميا هنا في نقطة مهمة سبحان من خلق سبحانه في الانفانت الار بي سيز اكثر من ستة مليون في الملي متر المكعب ليش لان الانفانت ذا الرضيح عاوز ينمو وسبحان الله امه اللي بتعطيه الحليب الحليب ما فيش فيه حديد فهو مؤتمد على كمية كبيرة من الار بي سيز ليش؟ لانه الار بي سيز دي حتتكسر واللي حتت لو ما تتكسر حتطلع الحديد والحديد هو اللي حيحصل له ري سايكلينج ويدخل في تركيب الهموغلوبين مرة ثانية فسبحان من خلق النقطة الثانية اللي هي الهيماتوكريت والهيماتوكريت سواء كان هيماتوكريت حنتكلم عليها او الباكت كرباسكلر فوليوم وطبعا هم يسموها كلاثي لها ثلاث تسميات يسموها هيماتوكريت يسموها باكت سيل فوليوم او يسموها الاريثروسايت فوليوم فراكشن هذه ما معنىها لو ما نجيب احنا انبوبة شعرية في واحد مايكرو ليتر ونعمل عملية سنت ريفيوج الدم كله حيترسب تحت حينضغط تحت ويسموه هنا باكت سيل فوليوم حينضغط حينضغط تحت طيب الآن احنا عاوزين نتفق على آتي ما معنى الهيماتوكريت هو نسبة حجم الاربيسيز في البلد فبالتالي لو معانا مئة ميلي الاربيسيز فوليوم على التوتل يعني الاربيسيز فوليوم احنا اتفقنا انه 45 على مئة فبتكون عملية الشخص الطبيعي هو 45% طيب في سؤال بنطرح هل هناك فرق بين الباكت سيل فوليوم والهيماتوكريت ولا لا تعالوا نشوف ما معنى باكت سيل فوليوم الباكت سيل فوليوم هو عبارة عن المانيولي ميجرد مانيولي نروح نجيب البلد في الانبوبة الشعرية ونعمله سنترفيوج ونروح نجيب الريدر ونقرأ البيسي في او الباكت سيل فوليوم هنا في نقطة مهمة جدا هنا بيقولوا لانه مانيولي فلوما تترسى بالخلايا تنحشر داخلها بلازمة هذه البلازمة اللي تنحشر داخلها يسموها ترابد بلازمة فبالتالي نحن نجيب نقول البيسي في هو عبارة عن الار بيسي في فوليوم لكن كمان بالاضافة الى ترابد بلازمة المحشورة في ومن هنا يسموه بيسي في في بلازمة محشورة طيب لكن الهيماتوكريت الهيماتوكريت ما معنىها هيماتو معنى بلد وكريت معنى سيبريتد فذا اللي بيحصل كالآتي بيحصل انه ذا كالكوليتد الجهاز يحسبه اوتوميتد كيف يحسب الجهاز اوتوميتد هو عبارة عن الام سي في في الار بيسي على عشرة فيحسبه يطلعه تماما وهذا ما معنىها معنى انه هذا الديبند اللي هيماتوكريت ديبند على الصايز اند النمبر اوف ار بيسي وبالتالي بالتأكيد هو مور اكوريت لانه ما فيش ترابد بلازمة موجودة فبالتالي مور اكوريت والنقطة الثانية حقيقة حتى لو تلاحظوا الجهاز لو ما يطبع النتيجة ما يطلعش بيسي فيه ويطلع هيماتوكريت يقول لك هذا الهيماتوكريت وهو بالتأكيد ادق طيب الهيماتوكريت متى ينقص ينقص اكيد في حالة الانيميا لما يكون في اكيد لانه اوفرهايدريشن ستزيد البلازمة على حساب الدم النقطة الثانية طيب متى يزيد اكيد سيزيد لو ما يكون في بولي سايثيميا لو ما يكون فيه ديهايدريشن لأنه البلازما حتقل وكمان لو ما يكون فيه البلازما لوس زي البرن لما واحد يحصل له حريق بالتأكيد حيفقد السوال لو ما يفقد السوال بالتأكيد الهيماتوكوريت حيزيد طيب النورمال رينجلو الفيميل من 37 إلى 47% والميل من 40 إلى 54% طلعوا نورمال معناها أن الشخص ده نورمال يعني طلعوا في نفس الليفل طلعوا انكريز معناها الشخص ده عنده بوليسايثيميا ولو طلعوا انكريز معناها أن الشخص ده بالإضافة طبعا لو طلعوا انكريز بوليسايثيميا وكمان ممكن في الديهايدريشن لو طلعوا ثيل gummy معناها أنها أنيميا في نقطة مهمة جدا دائما الهيموغلوبين والRPCs والهيماتوكوريت في الفيميل ناقص واحد ليش ناقص واحد بالتأكيد الكل حيقول عشان المنستير والسايكل صحيح لكن في نقطة مهمة جدا هو عشان ان الفيميل ما فيهاش الاندروجين هرمون وبالتالي الاندروجين هورمون هو بيعمل استيموليشن للبون فبالتالي بتزيد قضية الهيماغلوبين والار بي سيز وبالتالي الهيماتوكريت فذا بالنسبة ليش دائما الميل أكثر من الفيميل بزايد واحد تقريبا كنت معكم فيما مضى من الوقت حول قضية الريد بلد سيد كرباصل والهيماتوكريت شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته